في إطار جهور الدولة لتعزيز حقوق ذوي الهمم والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة أطلق فرع جوازات حي الأندلس بالعاصمة طرابلس مبادرة مبتكرة تهدف إلى تسهيل إجراءات حصول ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم على مستند جواز السفر وقد صدرت تعليمات من رئيس المصلحة بتخصيص يوم من كل أسبوع لتصويرهم في جميع فروع وأقسام مصلحة الجوازات الصراحة نشكرهم على هذه المبادرة اللي قاموا بها لتقديم الخدمات لأصحاب الهمم في استخراج جوازات السفر فنشكرهم جدا نشكر رئيس المدير الجوازات ونشكر عميد البلدية على هذه المبادرة الطيبة اللي كنا ممنونين بها وكانوا أولياء الأمور سعداء بها وبرك الله فيكم إذن حسناتكم إن شاء الله وفي اليوم الأول من المبادرة تجاوز عدد المتقدمين للحصول على جوازات سفر جديدة مئة طلب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مما يعكس أهمية المبادرة وحاجة المجتمع لهذه الخدمات كما يدل هذا العدد الكبير على الوعي المتزايد بين هذه الفئة بحقوقهم وضرورة الحصول على الوثائق الرسمية أي مواطن يجي يقدم معاملته إجراءات الأمنية ما عنداش قيودات أمنية نرحبوا به ونصوروا ودوي احتجات الخاصة هذه الفئة له اهتمام كثير عندنا جاء التعليمات من وزير الداخلية والرئيس المصطحة الجوازات اللواء يوسف مراد وتعد هذه المبادرة الموذجا مشرفا في كيفية تقديم الخدمات الحكومية بطرق تتسم بالشمولية والمرونة إن هذه الخطوة لا تعكس فقط تحسينات في الإجراءات بل تعكس أيضا التزام المجتمع والدولة بدعم ذوي الهمم والمكفوفين والاحتياجات الخاصة